سلام عليكم كنت من عشر دايب الزبط عاد على منت عادي جدا فقلت افتح مواقع الريفرالز بتاعتي مثلا مواقع اختصار روابط وحاجات اللي انا عامل فيها ريفرالز قبل كده على القناة مواقع البيتكوين والحاجات دي عشان اشوف الريفرالز كام واشوفي الاحصائيات وكده فموقع فاكت بيج موقع ان كنت شرحته اللي هو بتكتب كاباتشا وبيديك ميت ساتوشي كل خمس دقيقة موقع كان جميل جدا وكل حاجة وكل حاجة تمام فيه كنت جمعت فيه بالضبط خمسين ريفرالز جمعت فيه في موقع فاكت بيج خمسين ريفرالز جمعت فيه فيوز تقريبا ميتين الف ساتوشي سحبت منهم كم سحبت منهم تسعين الف او تسعة وتمية الف وتم السحب وجه كانت اسحاب الباقي مية وعشرة الف او مية وعشنا الف مهم كانت بندينج عادي جدا خirsin او بيخد من ثلاثة ايام لأربعة تيام لحد ما بيتم السحب وقلت ماشي فاستنيت شوية مستنى يوم والتاني استني الدفع فببص كده بفتح الموقع عشان يشوف الاحسابيات النهاردة فلقيت الرسالة المريبة اللي هتظهر قدامكو دي الرسالة بكل بساطة بتقول ان انا جالي حزر من الموقع سبب ما تفهمش اللي حصل ما عرفش يمكن مسلا حد من الرفرالز شتم حد هناك ولا ما تفهمش اللي حصل المهم ان انا جالي حزر من الموقع ده يهيألك ان هو نصب اعتقد ان هو نصب بسبب الحركة دي ممكن يبقى نصب انا معرفش انا جاي اسألك انت دلوقتي هل حد من اللي شايف الفيديو وطبق الشرح وبدأ يشتغل في الموقع وجايس حب منه هل تم معاني حركة زي كده قال له ان هو اتبند او اتعمال له حزر من الموقع ده اتعمال لي حزر من الاي بي كله تمام يعني ما قدرش اعمل حتى اكاونت من نفس الاي بي ده الموضوع كله مش طبعا مش بالدقى ولا اي حاجة عادي يعني الموضوع عادي ولكن انا بتكلم على الناس اللي طبقت الشرح لان الشرح مش الف واحد شافه ولا خمسمية شاف الشرح الفين اكيد في ناس طبقت الشرح وكان جالي خمسين ريفرال فاكيد ناس هتتضر وناس هتجمع في الوشن مش هتسحبها فانا لازم اقولي اللي انا بقوله دلوقتي ده فياريت اي حد بيشتغل في الموقع ده ياريت يقول لي تجربته ضحت وبيقول لي هل سحب من الموقع ولا لا انا سحبت مرة فعلا تم استحبت مرة واحدة بس والمرة التانية معرفتش هتحب ويه الاكاونت تبند وكل مكتب الايميل والباسورد يظهر لي الرسالة انتو شفتوها دي زي تكنولوجيا كريم نزل قبل كده وقال انه مش نصاب وفعلا الرجل يعني سحب مرتين من الموقع وكان عنده اكتر مني في الريفرال ده كتير عنده متين وخمسين ريفرال تقريبا فيعني غريبا ان هو يقفل لي انا اكاونتي لخمسين ريفرال ويعني لو انا بتكلم عنه ان انا بخسره مثلا اكد ده مستحيل طبعا لكن انا عم بفكر اصلا مستقرب جدا يعني موضوعنا هو يقفل لي الاكاونت بسبب ايه مش عارف ولكن هو يقفل الاكاونت وخلاص لان اصلا موقع ده مفيش اي طريقة انت ممكن تخالف اي شروط لان اصلا عنده شروط انك تخالفها تمام الا في حاجة واحدة بس كده اللي انا ممكن اكونش تشاكك فيها هي تكون سبب افل الاكاونت ولكن تكون سبب افل الاكاونت لكن مش افل الاي بي كله اعتقد انها ممكن ممكن تكون هي سابلر ان انا مثلا ما بعملش الكاباتشا دايما انا مثلا اعتمدت على الريفرال لمدة كم يوم وبجيب ساتوشي لمدة كم يوم مثلا ان انا ما عملتش كاباتشا ممكن لكني كنت بعمل ولكن مش كتير ولكن ممكن ممكن مثلا عدم الاستمرارية في كتابة الكاباتشا وفتح الموقع ممكن دي تكون هي لقفلة الاكاونت ولكن مش عارف ياريت حد يكون عنده خبرة في المواقع ده اكتر ياريت يقول لي اسفل الفيديو اللي حصل واللي اكاونتي اتقفل بس كده لكي تعزوا لانهاردة اتمنى اكون افدتكم معلومة واتمنى وحدش تزعل مني بسبب الموقع ده فانتو عارفين ان هذا ده مش زنبي طبعا شوفك عشان شوفت الفيديو هشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي ثانية قبل ما اقفل في سلسلة حلقات انا كنت اتكلمت عليها ان انا عاملها في اليوتيوب حلقات لليوتيوب حلقات للناس اليوتيوبرز اللي عايزين يبدو يوتيوب الحلقة ان شاء الله هتبقى اول حلقة في السلسلة دي هتبقى ازاي تكتب عنوان مستهدف انك تستهدف صح في العنوان واختبوا اربح من الانترنت وهتلاقوا الفيديو بتاعي موجود اللي معبول من كام يوم دي فيها الفكرة بتاعت العنوان فدو كنت مش مشترك في القناة شترك في القناة دلوقتي وفعل زر الجرس ولو مش ولو اصلا مشترك في القناة إلغي شتراكك وعمل شتراك مرة تانية وفعل زر الجرس عشان زي ما قلنا موضوع الزر الجرس ده في مشافي الفيديو فلازم تشيله وترجعه مرة تانية لو انت يعني مشترك من زمان بس كده سلام